هنفترض إن محمد فؤاد غير متزوّق ولا عمره كان متزوّق شغيل والفنانات اللي هنشوفهم مرة مقدورة عليها إن راضيها بالزوّق لو على زوّق ما دي اللي فضلة بقى كده ما فيش لبات ولا حاجة خواهر شي جيل أنا بقى شي جيل ماشي يا الحسار كله الخطة كده يا الحسار كله ما دي خطة بقى عشان كش مالك بقى فأتروح فين يا فوق دلوقتي زي ما قلت لك انت غير متزوّق تماما ولم تتزوّق من قبل والفنانات دول غير متزوّجين ولم تتزوّقوا من قبل ولازم تختار واحدة منه هتختار واحدة وقدامها التانية مثلا هتطيّرها هتطلع لك واحدة غيرها بتفضل تختار كده لحده بشوف مين اللي هتكمل معي أمام؟ أهو الله دي حلوة أهو هتاعدت حلوة دي جماعة يال حنا بنلعب يا جماعة أيوة فما بين نيكول سابة وشيرين شيرين شيرين تكسب معانا السريع يال اهو وما بين شيرين وأمال ماهر شيرين برضو وليسه شيرين مكملة معانا وما بين شيرين وميريام فارس اهو يا رالي اهو اللبناني دخل بكوة بعد اهو دخل برجله اليمين وايه زعليش يا شيرين معلاش يا شيرين وميريام فارس طيارة شيرين ولسه دلوقتي هنشوف ما بين ميريام فارس وأنغام نعتزل لأنغام نعتزل للفنانة أنغام عشان يعني لا ده هو افتراض بس يعني اللبناني لسه مكملنا عشان بس يعني عشان يطر عندنا الوحدة العربية الوحدة العربية يعني أنغام مش نزعل مننا طبعا طبعا حليها شوية طيارة طيارة وما بين ميريام فارس ونانسي عجرم وكده تنيل لبناني دخلوا في المسابقة والدنيا علية قوي نانسي عجرم وش على طول اوعى بقى يا نانسي طيارة طيارة نعتزل المريم نعتزل المريم طبعا تريح شوية ما بين نانسي عجرم وماية دياب اهو كده المنافسة اشتدت بقى واحتدت اشتدت والوتد شد قوي صراحة يعني ماية وتد جام تخلي بقى انا عارف والله عزيب يعني انت داخل على صحابتي جدا وجلعة جدا وإنسانة رائعة ايه نانسي عجرم بقى بعد بقى صحابتك كبير ودلوقتي الجولة النهائية وبعد ما اختارنا نانسي عجرم بقى دخلنا بقى في الشديد قوي نانسي عجرم وهيفا واهبي نانسي عجرم وهيفا واهبي نانسي عجرم هيفا بطير كل ايه؟ حايفة بتطير الكل طبعا 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 صعبة صعبة بجد هو بصي حايفة صحبتك جدا واحنا صحاب جدا بجد بس انت ستيلك نانس وراع وقعقه ودمها خفيف جدا دي عسل هو مشكلة آآ نانسي نانسي انت حبيبها مش حبيبها كمان يعني هطلعت يعني قالت انا ما بسمعش غير محمد فؤاد انت حبيبها هي قالت في مرة فعلت طب ما انا ما بسمعش غير محمد فؤاد يا حبيبت ربنا خليك ايه بقى لازم اشلها الجميلة على رأس طب ما انا كمان وانت مش شهلك جميل شهلك طبعا انا جد حط صورتك طبعا حط صورتك بقى طب نزلولنا صورتي بقى عشان هلشاش هتضل الغاب لا بعد ينفع الاتنين لا لازم واحدة نانسى نانسى بقى وكسبت نانسى عجرم قلب محمد فؤاد ونقول لها قلب مبروك على الجوازة وان شاء الله في انتظار الحادث السعيد يا فوقت هنلعب دلوقتي لعب اوكي انت هتبقى معاك البرد دي اوكي وانت هيبقى معاك البرد دي انا هسألك سؤال فتكتب الاجابة وانت تكتب الاجابة في نفس الوقت ومادي هيسألتوتي سؤال فانت تكتب الاجابة في نفس الوقت ونشوفها تبقى عاملين زي بعضة قد ايه في التوافق ما بينكم ماشي؟ ماشي يا مساهل يلا بيه تدي انت ما تدودش ماشي السؤال الاول لقيت قز دفعت كاما خريك سنة كاما وما تبيت وما تبصش ما تبشيش ماشي يلا يلا واحد اتنين ثلاثة الفو ايه ايه 2002 فاتت سنة وغلتت في سنة التخرج يا اختي وخسرت النقطة كل ده من السلسة اللي انت بتخطيها المعلمة للاسف ودلوقتي السؤال لك يا عايز قل لي مين هي مطربة ايتن المفضلة اكتب طب يلا اللف كده مع بعدينا واحد اتنين ثلاثة ايه 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 كتبت وردة وهو كتب انغام ده واضح ان هم عايشين في كرافانات السؤال الجاي الايتن ايوه مستر يا رب اسم صاحب عز الانتين ايه ما مصل كتير انا نقي انا واحد اللي بقين هيزعله اقرب واحد لا خلاص بقى يلا اكتب واحنا هيجلنا اعز منكم وبعدين انا حسيت ان الجاوزة هتبوس كل النقط اتحمل اتضيع فلازم نديكم حاجات بقى كده مين نلف هم هم خلاص يلا ايه لبكم لف يعني احمد اكتب حكتب عز البيض يعني خالد وخالد خسروا نقطة وكسبوا نقطة يبقى نساقف لهم خدوا نص ساقفة نص ساقفة يتجوزة في بازت احنا جايين نعجل النفوذ مش عايزين نتقل عليكم قللي مقاس رجل توتي كام؟ اه اه كده حاجات حلوة بالشابر شابر ماشي يلا واحد اتنين ثلاثة برافوا 35 اكبر ماس في الاطفال والله عظيم وكده اخدوا درجة ونص ويلا يا ماجي اسأل توتي اخر فيلم ده خلو عز في السينما اكتب برضا ايوة ايوة يلا واحد اتنين ثلاثة يا التعادي أسلان دي مش قدي دلوقتي بقى إحنا نبقى فريق وانتو فريق سيبي بقى البورد دي فريق يعني روح لجوزي؟ لا خليكي معاي أنا وجوزي قدام بعدي وانتي وجوزك قدام بعدي ماشي؟ اللعبة عبارة عن إيه؟ الكروت دي فيها صور تمام؟ فأنا هوري مدي الكارت من غير ما أشوفه فهو لازم يشرح لي إيه اللي جوه الكارت وأنا قول ثلاث تخمينات لوفه خلال ثلاث تخمينات ما عرفتش إلي موجودة بقى أنا أخسرت أوكي؟ أنا واركو هتفهمها سواني بس مش فهمها هتفهمي من اللي هتفهمي دي بعد فهمها بوطيقة فهمتها بوطيقة؟ آه إيه؟ زمان وأنا صغنانة شوشو كنت إيه؟ كنت الفيعة؟ أه؟ بكتب؟ براية أيوة كده أيوة يا شوشو أيوة يعلمش بقى أوري عافيش ومين اللي هيمثله؟ هو اللي هيمثله؟ هو 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 هيشوف الرسم إيه؟ إيه؟ ما تشوفيه؟ ما تشوفيه؟ ما تشوفيه؟ بالسلامة بقى؟ لا أتوحشني عافيش؟ لا لا خد شايماء خليك مع شايماء طبق لا ما تتكلميش بقى؟ طيب ماشي مم ساعة؟ زمين؟ كده ساعة؟ كده ساعة؟ كده ساعة؟ مروحة؟ لا أصلي الأول عمل كده؟ دعارة بالأهول عملت كده؟ أم لو عملت كده؟ كده تكييف حلتها ولا ما حلتها؟ حلتيها أيام لي بعد؟ نعم نعم أنتوا لعبوا طيب هتفرج على المشاعة؟ احنا هنالعبوا بعدك؟ بالدور بالدور كده؟ كده؟ يلا اوه ما شوفني أصباح؟ اوه ايه؟ اهدى؟ اهدى اللي ورده؟ دي بقوله اللي لا لا لازم تحدد اهو؟ اهو رح أبعد ليه؟ اهو اهو شمراء اهو شمراء واحنا على البحر؟ من اسمها ده فين يعني؟ أنتور؟ ايه بله ما تتكلمت؟ ما قالتش عالة و لا أقور أقور لال دول غششينها دول وبما أننا إحنا كسبنا وهم كسبوا فدلوقتي الموضوع بقى صعب جداً بس لسه قدامنا آخر حاجة اللي هنحكم عليها بيهم أنتو هتمسكوا البورد الحلوة الجميلة جيك فدالي اوكي؟ فدالي يا أستاذ عفيفي فدالي فدالي يا نجلة فدالي أسديكة مسكوها كده وبصوا البعض ارسموا بها بشكل تخيدي يالي انا انا هشتغل بشكل رمزي عايز ماشي دي ايه؟ دي بصلة ديوة اللي انت رسمها دي شكل ايه؟ انا نفسي أشوف ملامة مهمة يعني الملامح دي هو فيه غير ملامح ياخدش عليه وعلى ملامح يخرب عقلك ياخد ايه؟ لا ما تمسحش؟ لا لا ما ينفعش نمسح اللي عملناه ايوه ما ينفعش ما ينفعش لا خد القش كمانه لا ما هو راسم خلاص انا خلاص طيب اكتبي تحت بقى اتبرع ولو بجنيه بعد الصورة ده اسمعي مني او ونتد ده مفلوم هتاكل جامد هي الصورة يعني ايه؟ تمشي في المواقف دي يا حبيبي يا حبيبي فضل يا روح خلاص؟ هي رسمتك عامل قلب مفتوح يعني ممكن تلف كده يا الله ده وشه ايه ده ده في حدي حريق وشه والعين ده ممكن نشوف الكعم ايه ده؟ انت رسمها فوزة؟ ده اقول لا ايه ده؟ دي ازازة حاجة ساعة معينة كده بس اوه بيحب ايوه طبعا اوه انما ايه ده؟ يا جماعة امه امه اللي فرق معهم الشيب بس برضو احنا حسينا من القعدة ديت ان هم بيحبوا بعض جدا فاحنا بنقولهم ربنا يساعدكم ويخليكم لبعض وكانوا معنا النهاردة ومنورنا احلى زوجين في الوسط الفني واطيب زوجين في الوسط الفني عايزيننا حييهم جدا النجمة الكبيرة نجلة باد وطحية بقى كبيرة قوي 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 لحبيبي اللي منورنا ومشرفنا ونسمع له احلى تحية محمد حسين ابراهيم حبيبي محمد حسين حال يا حاجة هاش غري PRO GONDI بانك وسين بانك وسين عفازي حبيبي احلى تحية ب Pack احنااج و exchange انا تحريف احنا احنا تحيا